صدرت العديد من مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وأثار تضجة كتير كبيرة لأنها هي لشخصيات مهمة تجنبنا يمكن الدخول ببعض البرامج المؤدية لأخطاء تقنية لكن لما بيكون الأمر متعلق بشخصياتها ما بيكون الأمر أكبر وأعمق وهذا الشيء اكتشاف أنه هو عبر تقنية التزييف العميق أو الديب فيك لما بحثنا عن المصطلح لأينا شوي بده أهل الاختصاص لحتى يحكوا عنه وحتى نحكي تفاصيل أكتر وأعمق عن التزييف العميق رح يكون معنا المهندس المعلوماتية عمر بشار أهلا وسهلا فيك معنا عبشار أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر بداية كثير من الأشخاص ما بيعرفوا تقنية التزييف العميق اليوم تخبرنا عنها أكتر وتخبرنا كيف بدأتها التقنية أول شيء لنعرفها لنعرفها لتقنية الديب فيكينج أو الديب فيك أو ما يسمى الزيف العميق هي مقسومة لشقين الكنمة الديب من الديب ليرنينج الي هي جزء من أجزاء الزكاء الصناعي التقنية بيستخدم فيها شبكات عصبية خاصة بالتعليم للكمبيوتر فتصير البرامج بتطور حالها وتتعلم من الشيء اللي عم يجيها من داتا أو معلومات الفيك هي واضحة يعني من التزييف فبما أنه عم نستخدم الزكاء الصناعي فصارت اسمها ديب فيكينج ديب فيك وأول حدا حكى فيها وعمل هاي الفيديوهات كان بويب سايت بيحطوا فيه نقاشات تقنية كان مسمي حالو ديب فيكر فانتشرت كمان هاي هذا المصطلح بشكل أكبر مهلا هاي التقنية بتعتمد على خوارزمية معينة وشو الأساسي اللي انطلقت منه نعم مثل ما قلت هي بتعتمد على الاي اي الارتفاشل انتريجنت أو الزكاء الصناعي فهي بتعتمد على خوارزميات ديب فيكينج ان هي بتاخد معلومات كبيرة مثلا بيكون في خوارزمية ادخال معلومات وخوارزمية بالمقابل لالها بتصحح هاي المعلومات او بتشوف انو اللي بانطبئ وانو لا ففي خوارزميتين عم يشتغل مع بعض واحدة بتجيب كتير داتا مع صح واوال واحدة هي عم تشتغل ضد الاولى والتانية عم تشتغل ضد الاولى فبصير الاولى اذا في عنده اي غلط او رجع لالخوارزمية التانية اي غلط فهي رح تتعلم انه هذا غلط فمعد يتكرر فهي عم يتعلم دائما الخوارزمية الاولى والخوارزمية التانية عم تقدر اتطلع هذا التزييف يعني النتائج اللي عم باخده انا خلينا نقول صورة اليوم اليوم بالتزييف صار فيه صور لأشخاص ما ننموجودين يعني صار قدران الزكاء الصناعي طلالك صور لأشخاص ما ننموجودين اصلا بالحياة فبيجمع من التفاصيل الوجه الانف في التم فبيجمع كم كبير والتناسق بيناتهم صار كتير عالي فالكمية كبيرة من الداتا ومن معالجة المعلومات عم تقدي لنتائج اقوى بالخارج خلينا نحن عم نحكي عن ناحية سلبية وتزييف لحقائق لكن متل ما حكيت حضرتك تقنية اذا بدنا نستخدمها بشيء ايجابي اذا بدنا نستخدمها بالسينما لاحقا اذا طورناها بشكل صحيح هلا كسينما مستخدم تقنيات حددا بالخيال العلمي اذا نقول مستخدم تقنيات تصغير العمر تقنيات تكبير العمر شفنا في افلام الممثل عم يكون فيها اصغر بعشرين سنة او ثلاثين سنة اثناء الفيلم هلا هاي ممكن تفيدنا بالسينمات بس المشكلة نحنا عم نحكي عن تزييف عم نستخدم هاي التقنية لأشخاص مهمين لسياسيين لممكن ننشر خبر مزيف فهو هون عم تكمن خطورتها خطور صحيح فهي للأسف ايجابياتها اقلب كتير من سلبياتها اليوم في فرق بين تقنية التزييف العميق وتقنية تعديل الصور فيه برامج اخرى منعرفة نحنا منقدر نعدل الصور نقدر نغير الالوان هاي كلنا منستخدم اغلبنا هل تعد اخطر اليوم التزييف العميق؟ اكيد اليوم نحنا عم نحكي عن تعديل بحركة فيديو بنبرة صوت يعني اليوم انا باخد نبرة صوتك وبقدر طبق عليها اي حكي يعني اليوم البرعمج الاخرى ما بتقدر تعمل هيك ابدا تماما هلا يمكن رح احكي شغلي بيعرفوه اكتر اللي بشتغله بالفيديو كل ثانية في كم فريم عم يتسجل هي عدد اللقطات بالثانية الوحدة فانا اذا بدي اعدل تعديل صح على هذا الفيديو فمحتاج بكل ثانية اعدل اذا انا عم صور ستين فريم او خمسين اطار بالثانية فانا بدي اضطر اعدل بهدول الاطارات كلها لحتى اعدل ثانية وانا منستخدم الزكاء الصناعي صار هذا الامر كتير اسهل وكlear سهل يعدل بفيديو او بصورة اليوم قبل نفتغل ببرامج تعديل الصور incarnation او فوتو مونتاج او الفوتوشوب نعم هذه 2 ايات ام استخدم شي يداوي نحنا منحكي بالديب فاكيني وهي اعم استخدم شي يستخدم beispielsweise هاذالي القمص الترنت في هنالش او الخوارزميات اكيد قوه بكتير رح تكون من شجلنا نحن مع البرامج تمام أكيد الإيداتينج بيكون بشكل أعمق لما بيكون لشي مؤذي خطر أكيد رح يستخدم تقنيات عالية مثل ما حكيت حضرتك هلأ عن موضوع الصوت أنه بيعطو البصمة الصوتية وممكن تطبق على حديث آخر لأي حد نحن وصلنا من الخطورة كيف نقدر نكتشف يعني هل يعترع ممكن يكون في صغرات قادرين نحمي أنفسنا فيها أو ممكن نقاط نحمي حالنا قبل ما ندخل بهذه المتاعات دائما نحن نقول المعلومة اللي توصل لعندي بدي قبل ما أفهمها حتى أو قبل ما استوعبها أو قبل ما خزنا بدماغي لازم يتحقق منها اليوم بيوجود مواقع التواصل الاجتماعي والكم الكبير من المعلومات اللي عم تنتشر وللأسف أنت بس تسمعي معلومة من خمس أشخاص فأنت تلقائيا رح تصدقي هاي المعلومة أول مرحلة لأحمي حالي من أي معلومة خطأ يعني اليوم عم نحكي عن التزييف العميق هو تزييف هو شيء ما بيقدر الإنسان يميزه بالعين المجردة يعني اليوم عم تستخدم تقنيات كتير عالية لحتى تكشف هذا التزييف فنحن أول مرحلة لنحمي حالنا منه هي أنه أنا أي معلومة بتجيني لازم اتأكد منها اتأكد من مصدرها واستنى شوي ما دغري انشر المعلومة هي بتساعد كتير لتبطيء انتشار المعلومة يعني اليوم المعلومة خليها توقف عندي إذا هي صح بنشرها إذا هي خطأ فهي وقفت عندي فهي التوقيفة كتير مهمة هيك بحمي حالي نوعا ما من أني ساعد بالانتشار كيف أحمي حالي أني ما يصير علي التزييف العميق أو ممكن يستخدموا الديب فيك على الشخص نفسه هلأ التقنية هي بتستخدم كتير حركات بالوش يعني أنه تبحرك وشي بحرك بنته كل الأحرف فبتستخدم كمية كبيرة من المعلومات وصرنا بوقت نحن موجود صورنا دائما كل ما منعمل أي حركة موجودة على الانترنت عم ننشر صورنا عم ننشر فيديوهاتنا للحركة كل شي عم نعمله بتفاصيل وشنا عم يتسجل فعليا أو موجود على الانترنت تؤفاليب لأي حدا يقدر يأخذه كل ما قللت هي المعلومات كل ما أنا بكون بحماية أكتر اليوم مو أي حركة بتصرف فيها على الانترنت بنشرها ملامح وشي قدر الإمكان ما تكون واضح مية بالمية لكل هلأ هي بالفترة المؤقتة اللي نشوف بعدين لين نحن نوصل بالتقنيات الكشف أو رح تدخل وسائل التواصل الاجتماعي بمنع انتشار هي حاليا الفلاتريا اللي تستخدم بالتصوير يمكن عم تزيف الحقائق يعني معاد في برامج مهمة قادرة تأخذ الصورة الحقيقية بالمقابل كمان هي فيها شي من الخطر على لكن في ناحية تانية هلأ ناحية ترفية بعيدا عن الموضوع الشخصيات الهامة أو الشخصيات اللي عليها القليل من الضوء الأشخاص العادين أنا حدا عندي فيسبوك بدي أتسالة شوفت هذه الاختبارات الشخصية كيف رح يكون شكل ابني كيف رح يكون شكل بنتي من الفضول بنشارك بهاي البرامج اللي هي بتعتمد على لاحة الوجد تدخل بالداتا ما أول شي نحنا عم نعمل موافق موافق من دون ما ننتبه نحنا عم نوافق لسيرفر ياخد المعلومات عننا أنا لوين ممكن يوصل الخطر بهذه الأشخاص في ناس بتلك أنا مين أنا مين سائل عني هي الفكرة مومي مين أنا ولا قديش بتوصل الخطورة اليوم ممكن معلومة غلط أو مثلا حدا يعمل فيديو أو يعمل شي خبر إن كان عني أو عن أي حدا تاني انتشاره دائما الخبر اسرع بكتير من انتشار نفيو يعني اليوم بيطلع قصة عن مثلا فنانة أو فنان شفنا في فيديوهات لتوم كروز كتير جايبينه كأنه حقيقي يعني فهي كل فيديوهات مزيفة فاليوم لتجيب فيديو عن فنان أو شخصية معروفة أو حتى عن أي شخص عادي تنشرية كتير يعني كتير سهل انتشاره من أنه ينتشر نفيا أو انتشر الحقيقة تبعيتها فهي أول شغلة بالخطورة الخطورة الثانية اللي هي هاد السلاح لسه ما في إله سلاح مضاد يعني ما مالوا مضاد كتير مشهور أو معروف حاولت مايكروسوفت تعمل برامج لأكتشاف هاي النقطة وفي أبحاث كتير بجامعات صاروا يشوفوا الصورة أو الفيديو أو أي مادة فهي عبارة عن بيكسيلات فصاروا يشوفوا الفرق بين هاي البيكسيلات ويكشفوا إذا فيه تزييف بس متل ما قلتلك الانتشار الإشاعة وانتشار الشيء السيء هو أسرع بكتير من نفيه حتى بظل بعد سنوات يعاد أحياء أحياناً للمعلومة وفي ناس ما بتكون دريانة بتترجع بتنتشر مرة أخرى يوم من خلال تجربتك وخبرتك بدنا بهالتقانية كيف نحنا ممكن نأخذها بشكل إيجابي ونستخدمها؟ تمام هلأ كل شي في بحمل شق إيجابي وشق سلبي إذا نحكي عن الزيفة العميقة وكيف يكون فيه إيجابي أنا من وجهة نظري تشوف أنه رح نوصل لمرحلة أنا اليوم إذا بدي أحكي معك فما رح أحكي معك لا على التليفون ولا رح أحكي معك فيديو كول ورح حتى رح شوف فيديو خاطر فرح تزيد هاي التقنية رح تزيد المقابلة خلينا نقول بين الأشخاص اليوم إذا بدي أحكي معك موضوع مهم رح أحكي لا على التليفون ولا أنت رح تسقي حتى لو أنا كنت عم بحكي معك عن هذا الموضوع على التليفون فرح تضطر أني شوفك وتشوفيني ونتقبل ونحكي عن هذا الموضوع تعزيز روابط اجتماعية هون نعم هذا أكيد على المدى الطويل بس أنا بشوف هذا الإيجابي الوحيد اللي فيه رح يكون وطبعا مثل ما حكينا بالبداية هو على الموضوع السينمائي أو موضوع الفيديو إفكت أو التأثيرات الأفلام تمام هلأ بدنا نحكي عن الناحية هي من البداية نحن مثل ما حكيت أنا من شوي عن القبول للشروط المواقع أو بتسموها معني متأكدين المصطلح الكوكيز ملفات الارتوبات أو تعريف مزبوطة تمام شعب ما ندخل هلأ على مجالكم تمام لأنه دائما بتطلع لنا هلأ على الويب سايت المواقع أنه هذا الملف هذا الموقع يدعم كذا نحن نعمل موافق من دون ما نقرأ أي شروط لأي أحد عم تساهم بنشر معلوماتنا الشخصية بعيدا عن أني أنا ممكن معني شخصية عامة لكن في عندي معلومات في عندي شغلي في عندي مستقبل في ناس نسرقت مشاريع تخرج لإله واستخدمت كمان بإطار آخر لوين نحن قادرين نوصل بدرجة الأمان كأشخاص عاديين غير خبيرين مثل حضرتك هلأ بالمجال التقني أني أنا أقرأ وأبحث وأدور على المعلومة قبل موافق على أي شرط الكتروني تمام هلأ بيغض النظر عن الكوكيز لأنه إله شرح مفصل أكتر بس أنا دائما إذا بدي أختصرها بنصيحها دائما قبل ما أعمل كليك انتبه أنا شو عم بعمل كليك على شو أقرأ منيح المسج تأكد تماما أنه هاي المسج من مصدر صح اللينك اللي أنا فايت عليه صح الرابط الصور ما بقدر يعني شوف الصور صح شو هي اللي منشورة شوف أقرأ الداتا تحقق من صحة المعلومات قبل ما أعمل أي كليك يوم المواقع صارت تطلع هاي المسج لحتى تأخذ الأبروف منك أنت طالما عملتي أبروف فهنن اللهم الأحقية باستخدام هاي الداتا بغض النظر عن أنواع الداتا اللي تستخدم الكوكيز فأنا دائما بدي شوف شو اللي الزر اللي عم بكبس عليه وين عم بعمل الكليك وشو المعلومات اللي فيها دائما بيستخدم اليوزر إكسبرينس أو اليو أكس لحتى تشد المستخدم فممكن يحطوا الزر بشكل أكبر بشكل أوضح الزر اللي لازم أنا أكبس عليه بالدنياني أكبس عليه فبيكون بشكل ظابط بيكون بمكان واضح بقدر أكبس عليه بيسهله علي وعادة أن نحن نستسهل موافق منكمل حتى إن كان تسبيت برنامج إن كان دخول على موقع ضغري منحط موافق ومندخل نحن حالنا كأشخاص عاديين نحن متل ما قلت نقرأ منيح نفهم من وين جايتنا المعلومة ولوين رايح أنا طبعآن نت صرف على المواقع نعم أي مواقع أنه بعض يصير في عنده خلط أن نت يعني فيسبوك لا هون بنا ناحية آخر فايسبوك اخذني كمان لمواقع سابق فيسبوك إنستغرام في الأساس Jeżeli novell فيما أن ننتعize عن المواقع يكون أنا نحن نمثل هذه المواقع اليوم التي ب esperte jump to Facebook سي darse nod هذا ما تنتشر هذه المواقع اليوم مثل ما قلت بالبداية فيه ولهو لأنه ببدايته فما حطوا شروط اليوم لسه حالياً ما فيه أنت فيك تنشر أي فيديو مزيف من دوم يكون أي أي أداة أو خوارزمية تكشف هذا التزييف يعني بفترة مرض كورونا صاروا يستخدموا ميزة تحقق إذا أنت شفتي كمستخدمة هذا الفيديو مزيف ففيك تبلغي عنه تبليغ فبهذه الحالة قدروا يضبطوا نوعاً ما الأخبار الزائفة عن كورونا يفضل سوف نحكي عن مشاهير نحن نعم نعم يفضل يعني نقول إذا بدنا نحارب هذه التقنية وهي أسرع شيء لمكان انتشاره أو أو تأثيره هي مواقع التواصل الاجتماعي هنا ندمجوه خوارزميات الكشف عن هذا التزييف بقلب المواقع التواصل فيصير بينمنع أي حدا بدون ينشر هذه المادة على مواقع التواصل أنه توصل لحده تمام كل الشكر لحضرتك أستاذ عامر اليوم لوجودك معنا وكل التحية لمهنجيسي المعلوماتي أنتوا دائماً عم تحمون حياتنا الاجتماعية مثل ما الأطباء بيحمونها بيحموا صحتنا كل الشكر لوجودك معنا ولا المعلومات القيمة ترجمة نانسي قنقر